مش عارفة ايه اللي فهم الرجالة العرب والمصريين ان الاهتمام بالبشرة ده حاجة للستات وبس دي حاجة شفتها مع جودي ومع اولادي ابس الاقيهم مثلا في الشيطة عندهم اشف او كوب رجليهم خشنة ويتقلموا ويتوجعوا او عندهم اكمي حب الشباب عشان خلاص دخلوا في مرحلة المراهقة واجي اقول لهم مثلا الكريم ده بيعالج كذا او الكريم ده لو حطتوه هيطري ركبكم الخشنة المقشفة ابس الاقي رد فعلهم ايه ده انتي ايه اللي بتعملينه مرة برضو كانت مع والدي وكان وكان بشرة وشه نشفة جدا 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 وقلت له انا عندي كريم للمشكلة بتاعتك وطلعت له الكريم قال لي ايه ده انا هحط الكريم وقلت له ايه بابا ده لما تحطه مش هيبقالوه ايه لون وبشرتك هتمتصه فاخد حتة صغيرة كده على استحياء مكسوف وحطها على الحتة النشفة وابتدى يا ايه يا ايه يا ده انا جلدي طري ده ما كانش كده فمعرفش ليه عندنا في مجتمعاتنا الشرقية ان الراجل يهتم بشكله فيما ابعد من انه يروح يحلق شعره ويحلق دقنه حاجة كده يعني ايه ده اه 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 لما بروح الغرب بلاقي ان ان في رجالة بتروح صالونات بيعملوا دوافر ايديهم ودوافر رجليهم بيعملوا حمامات لرجليهم عشان جلدهم بيخشن ويقشف ويشقق العناية بالبشرة وصحة الجلد دي مش للستات فقط جلدنا هو اكبر عضو في الجسم كله جلدنا يمكن انا عشان عندي مشاكل في جهازي المناعي بتنعكس على جلدي فمن وانا صغيرة قوي باهتم بالموضوع دوا وباهتم بالادوية بتاعتي وبالكريمات بتاعتي واخد الموضوع بجلدية لان ده جزء كبير جدا جدا من صحتي لكن اكتشفت ان جلدنا ده مش جزء مهم من صحتي انا بس ده جزء مهم من صحة كل واحد فينا جلدنا هو اللي بيتعرض للبيئة هو اللي الظروف البيئية والتلوث اللي حوالينا اول حاجة بتأثر عليها هو جلدنا وشكل جلدنا بيعكس صحتنا لما نغمأ من الشمس الله اكبر ده ممكن يعني يصل لحالات من سرطان الجلد وبلوي سودا لما نلاقي جلدنا ناشف ده بيعكس حاجة معينة لما نلاقي جلدنا مفهوش مرونة لما نلاقي جلدنا مقشف في حتة المشكلة كمان ان الحاجات دي دايما بيصاحبها قلم وحالة كده من الاريتيشن انا متدايق انا يعني الموضوع ده مدايقني دلوقتي بقى فيه كريمات للرجالة بس وطبعا حاجات للستات من زمان نيفيا انا بحب كريم نيفيا جدا جدا نيفيا عاملة لوشن وكريم وافتر شيف للرجالة لما حطيت الموضوع ده في دماغي وابتديت اجيب الحاجات دي لاولادي وانس انه لقى على العلبة مكتوب فورمان للرجال بقت مقاومتهم اقل شوية انهم يستخدموا الحاجات دي لسه موصلناش مية في المية لسه يعني برضو فيه مقاومة منهم شوية للي انا بقوله احيانا حط الكريم ده كل يوم عشان حب الشباب بتاعك حط الكريم ده على الحدة تناشفة في جلدك بعد ما تحلق ده انا كحط افتر شيف مش اللي هو البرفان الكريم ده اللي انا اقصده اللي هو بيطر وبيعالج لو الواحد عور نفسه او حاجة حاج الاسبوع ده يمكن بركز شوية على الرجالة بس هو للرجالة والستات نهتم شوية ببشرتنا وبجلدنا جلدنا مش صفة جمالية فينا ده حاجة بتاعك الصحة في ناس عندها مثلا حب شباب فضيع جدا اه حب الشباب بييجي لكل الناس في مرحلة معينة او لمعظم الناس في مرحلة معينة لكن ممكن يكون بيعكس لخبطة في الهرمونات ناخد موضوع جلدنا ده بجدية زي ما بنتعامل مع الكلا والقلب والمعدة وكل الاجهزة دي في جسمنا جلدنا جهاز برضو من اجهزة جسمنا تحدي الاسبوع ده ان كل واحد فينا وكل واحدة فينا تقف قدام المراية بدون ما نبص ونقول ايه ده ده انا شكلي وحش ده انا عندي رينكلز عندي تجعيد ده انا فيا ده انا فيا لا بدون ما نصدر احكام على نفسنا هنوقف قدام المراية ونقول في ايه مشكلة شايفينها في جلدنا اه ده فيه حتة نشفة ده فيه حتة غمقة طب ممكن يكون السبب ايه وكل واحد فينا يروح يجيب كريم يومي في مركات مصرية وبأسعار ارخص بكتير جدا جدا من المركات الاجنبية وتأثيرها رائع انا لغاية النهار ده من يوم ما كنت عيلة صغيرة لازم الباط بتاعي نيفيا الازرق الكبير ده موجود عندي وباستخدمه ومن احلى الكريمات اللي انا استخدمتها ايه تاني ايفا منتجات ايفا رهيبة ايفا بالعسل وايفا بالصبار وايفا مش عارف ايه والشركات دي والمركات دي منزلة حاجات كمان للرجالة روح الصيدلية اسأل الدكتور اللي هناك انا عايز كريم مرطب يومي وكل يوم الصبح بعد ما تغسل وشك بعد ما تغسلي وشك حطي كريم مرطب انا بزعل قوي لما بنزل في الشارع وبص في وشوش الناس اه طبعا فيه هموم منعكسة على وشوش الناس فيه اضطرابات نفسية منعكسة على وشوش الناس مش هو ده اللي بتكلم فيه لكن فيه كمان حاجات بيتدل على انهم مش واغدين بالهم من نفسهم مش مهتمين بصحتهم فده طالع على جلدهم انا واحدة من الناس انو انا عندي ثلاث شهور وعندي حساسية وعندي حاجات منعية هي ده ظروفي هو ده نصيبي تركبتي الجينية اللي جابتلي ده عادي خلاص هو ده اللي انا عايشة فيه وتقبلته وبتابع مع الديكاترة ويدوني حاجات وبامشي عليها وبتابع دايما لما بطلع الشمس لما بخرج لما احط ميكوب احطه من انواع معينة الكلام ده كان ضرورة بالنسبة لي ضرورة عشان ظروفي الصحي لكن لما اتكلمت مع والدي لما اتكلمت مع جودي لما اتكلمت مع اولادي صبيان عادي ولدين لقيت ان في مفهوم كده عند الرجالة والشباب ان الاهتمام بالشكل والمنظر والحاجات دي دي حاجة جمالية للستتات بس ولو انها حاجة صحية الحمى مش بس عشان تبقى ريحتنا حلوة ولكن بيزود السيركوليشن بتاع الدم بيزود نشاط الدورة الدموية عندنا بيطلع توكسنز بيطلع سموم كمان من جسمنا بيشيل الجلد الميت من على جسمنا يبقى مش جمال وبس ده صحة الاهم عندي هو الصحة الاهم عندي ان كل واحد فينا يحسن صحته ويحافظ على صحته لان ربنا سبحانه وتعالى دي انا مخزون محدد من الصحة كل ما بناخد من هذا المخزون كل ما بندبليت كل ما بيقل بياخد من هذا المخزون وفي الاخر ما بيبقاش عندنا صحة نقف على رجلينا ما بيبقاش عندنا صحة نساعد نفسنا ما بيبقاش عندنا صحة نخدم نفسنا جلدنا مؤشر كبير جدا جدا لصحتنا واهتمامنا بصحة بشرتنا له دلع وله للجمال فقط ولكن لصحتنا تحدي الاسبوة ده عيده تاني ان كل واحد فينا هيروح يوقف قدام المراية ويشوف ايه المشاكل اللي شايفها في صحته ايه المشاكل اللي شايفها في جلده ويبتدي يدور على حلول لهذه المشاكل لو انت راجل روحي الصيدلية وهات الكريمات والحاجات اللي مخصوص للرجالة لو انت ست من اعباء الحياة والتعب والكلام ده وما ببقتيش حتى في دماغك خالص ان انت تحطي كريم ولا ترطبي بشرتك ولا تعملي اي حاجة لنفسك اوقفي كده مع نفسك لأ ده مش بس عشان تبقي ست جميلة لأ عشان كمان تحظي على صحيح تحدي الاسبوة ده ياريت تعملو وياريت ما تسمعوش الكلام ده وتعدوا الفيديو وخلاص اسمعوا الفيديو تاني لو عايزين تسمعوه روحوا اسمعوا دكاترة بيتكلموا روحوا الدكتور جلدية احجزوا في كل الكنيسة وفي كل الجامع فيه مستوصف وفيه عيادة روحوا احجزوا عيادة عند عند دكتوري الجلدية واقولوا للدكتور انا عايزك تشوف جلدي وتشوف مدى صحة جلدي ومدى صحتي ومدى انعكاس اللي بيحصل جوه جسمي على اللي بيحصل بره جسمي تحدي الاسبوة ده ان احنا هناخد بالنا من صحة جلدنا اشوفكم التحدي الجاي تحدي الاسبوة دكتورات ترجمة نانسي قنقر